هذا الرجل في الاخر الجملتين مفيدة يعني. بس قبل ما قولكم الجملتين مفيدتين اللي انا معدتك بيهم. والحل اللي ممكن يمشي كويس. هاتلي مقال الاستاذ اناس اه صح? الاستاذ اناس اسامة ابو ارشيد. وده راجل من الاخوان المسيبي. وبتكلم فيه قبل تنزي تسنيف اخوان امريكيا منظمة ارهابية. بيقول بقى ايه? وده كلام مهم جدا. بيقول كان فيه محاولات في سنة آآ الفين وسبعتاشر. انا قلت الفين وخباشر قبل انا اسفعه. في البداية. في الفين وسبعتاشر كان فيه محاولات. هذه المرة الامر جد لا هزلة فيه. فخلاص. ترامب عاوز ايه? يضرب ضربته لصالح النظام السيوني. ونظام السيوني السعودي ونظام السيوني الاماراتي ونظام السيوني المسر. هنتكلم بصراحة لان احنا عيب بعد العمر ده نقعد نتكلم على انهم انزمة عربية. مش عربية ولا حيث. وبعدين بيقول الامر هذه المرة لانه دخل يعني دخل اعضاء يمينيون في اتجاه انه تصنيف الاخوان الارهابيين مع تولي ترامب حوالت اطراف متطرفة الى وعلى الاطراف الموجودة. بيقول انه كان فيه اطراف عاقلة في الادارة مع بداية ترامب. زي تيلرسون وماك ماستر ووزير الدفاع مادس. تلاتة دول دول بتوع دفاع وبتاع مخابرات وبتاع اه خارجية. والتلاتة عارفين قيمة فكرة انك تخلق عدو من الاخوان مسلمين. ترامب عنده فكرة وزعها عليه السيسي انه يا عم اعمل كده ومش يحصل. حاجة يحصل ايه. هو متصور ان الارد يتفعل الاخوان انهما يعملوا عنف. او هو هيدفعهم للعنف. هو ده التصور. وقال لخليني نحضرهم بقى ونخلص ونعمل نصر سياسي ونخلص في صفقة القرد. شوف خيانة السيسي اكتر بخيانة نتنياه. لكن نتنياه ما قالش كده. فبيقول الاستاذ اسامة التغيرات البنيوية في ادارة ترامب هي اللي مخلية في الوقت الراهن ناس متشددين بيطلبوا بايه? بالتخليص الامر له. ايه اللي بيحصل? هو بيشرح هنا. بيقول مكتب تنسيق مكافحة الارهاب التابع للخارجية بيراجع نشاط الاخوان المسلمين. الاول. واذا خالصة الى انها ترتقي الى مستوى التصنيف بالارهاب. يعدوا تقريرا بذلك. يبقى اول خطوة مكتب الارهاب بيقدر. وبعدين يضمنه نتائج مراجعته وادلة ذلك. بعد ذلك يتشاور وزير الخارجي مع وزير العدل والخزانة. يبقى الذي ستكون امامه مهلة سبعة ايام لادخال تعديلات على القرار. وفي حال ان تكون هناك معارضة من الكونجرس ينشر القرار في الجريدة الايه? الرسمية. يبقى اول ايه? مرحلة. من الضرورة هنا الى ان التنبيه الى ان الرهان على رد الكونجرس القرار ان صدر قد لا يكون امر حكيما. صحيح ان اغلب الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين ليسوا مع تصنيف جماعة الاخوان من نظامة الارهابية. وذلك اتساقا مع موقف الوكالات المتخصصة او المختصة التي تعبر عن مصالح الامريكية العليه. الا ان الديمقراطيين قد يترددون في معارضة القرار عشان عندهم انتخابات في سنة كام? عشرين عشرين. فيقول لك يا عم انا قلت لقى الاخوان المسلمين جماعة مش ارهابية. الشعب او جمهور واللوبي هيقول شفتوا بيحطوا ايه? فهم في موقف حرج. بس فيه فرج هيجي دوقتي. حتى لو صوت كل الديمقراطيين اللي مسيطرين على مجلس النواب فمجلس الشيوخ مسيطر عليين اين? الجمهوريين? ففيه لسه فيه تك. اذا اجتاز قرار التصنيف العقبة المحتملة في الكونجرس لن يتبقى امام الاخوان غير اللجوء الى القضاء الامريكي. وهذا ما يتطلب من الاخوان استعدادا جيدا لمعارقة قضائية بدءا من هذه اللحظة بعد ان اضاعوا سنوات ثمينة منذ عام الفين وخمستاشر مرة تانية منذ ان قد قدم اول مشروع قانون في الجنجرس لتجريمهم. ركز معايا. المعركة ايه? قضائية. ايه اللي ممكن يا الان سن. دكتور عمر دراج عمر دراج.